السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم معي مجددا في هذه الحصة التي سنخصصها لدرس الإملاء الدرس الأول يعني درس الإملاء الأول من الوحدة الأولى صفحة 13 عنوان الدرس هو علامات الترقيم علامات الترقيم إذن سنتعرف على علامات الترقيم خلال درسنا لهذا اليوم إذن ألاحظ وأكتشف أقرأ النص وأحدد جمله إذن سنقرأ النص ونحدد جمله قالت وفاء إذا زرت مآثر المغرب أدهشتك عدمتها وأعجبتك هندستها ما أجمل بنيانها وما أروع فنونها فهل فكرت في أجدادنا الذين شيدوها إذن قرأنا النص الآن سنحدد الجمل إذن الجمل الأولى هي قالت وفاءه قالت وفاءه قالت وفاءه قالت وفاءه ماذا تتبعها؟ تتبعها نقطتين نقطة التفسير أو نقطة القول إذن منك يكون عندنا القول ديالشي يعني ديالشي شخص كنديرو النقطتين وعد كنديرو ماذا يعني يعني ماذا قال إذن نضع النقطتين ونفتح المزدوجتين إذن هذو النقطتين ومزدوجتين هما علامات من علامات الترقيم إذا زرت مآثر المغربي إذن هذه جملة شنو عندنا هنا فاصلة إذن الفاصلة هي من علامات الترقيم أدهشتك عدمتها جملة أخرى وهنا لدينا أيضا فاصلة وأعجبتك هندستها نقطة نقطة يعني سوف نكنسالي واحد المعنى عندما ينتهي المعنى نضع النقطة نقطة النهاية ما أجمل بنيانها إذن هذه جملة تعجبية لدينا هنا علامة التعجب ما أجمل ما أجمل إذن علامة التعجب لدينا أسلوب التعجب وما أروع فنونها ما أروع إذن علامة تعجب أخرى هنا قمنا بإغلاق المزدوجتين إذن هنا فتحنا المزدوجتين وهنا أغلقناها لماذا؟ لأن هنا يعني نهاية القول دي الوفاء فهل فكرت في أجدادنا الذين شيدوها إذن هذه جملة شنو عدنا هنا العلامة عدنا علامة الاستفهام إذن هذا سؤال عندما يقول لدينا سؤال نضع علامة الاستفهام إذن علامة الترقيم هم هدولي بالأحمر هذه علامات الترقيم أحدد علامة الترقيم التي انتهت بها كل جملة وأكمل الجدول إذن قالت وفاء علامة الترقيم لعدنا في هذه الجملة هما النقطتان أدهشتك عدمتها يعني هذه هذه فاصلة وسنكتب هنا فاصلة ما أجمل بنيانها شنو هي العلامة اللي إحنا عدنا علامة التعجب وسنكتب علامة التعجب ما أعجبتك هندستها إذن لدينا هنا نقطة وما أروع فنونها هنا أيضا لدينا هنا عدنا علامة التعجب ولكن سبق وأن تطرقنا إليها هنا سنكتب المزدوجتين المزدوجتين فهل فكرت في أجدادنا الذين شيدوها إذن هنا قلنا لدينا سؤال إذن علامة الاستفهام علامة الاستفهام إذن هدهما علامات الترقيم النقطتان الفاصلة علامة التعجب النقطة المزدوجتين وعلامة الاستفهام نمر إلى الاستنتاج تنتهي الجملة بإحدى علامات الترقيم من يعني الجملة طروري كتكون فيها علامة من علامات الترقيم تقدر تلقى فيها النقطة أو الفاصلة المزدوجتين علامة التعجب مني قتكن عندنا جملة تعجبية ما أجمله ما أروعه ما أعظمه يعني يكون عندنا ذلك أسلوب ذلك تعجب نضعها علامة التعجب مني كيكون عندنا سؤال او استفهام نضع علامة الاستفهام والنقطتان قلنا للتفسير او القول نقطة التفسير كما نفسر شي حاجة ولا نقول شي حاجة كنوضع النقطتان اطبق ارسم علامة الترقيم المناسبة اذا هنا لدينا النقطة علامة الاستفهام علامة تعجب النقطتان الفاصلة المزدوجتان قال احمد ما اروع هذه الصومعة ما اسمها هل تعرفين من بناها اجابت سعاد انها صومعة حسان اذا قال احمد شنو العلامة الترقيم نوضع هنا قلنا هنا لدينا قول يعني كلام ديال احمد شنو غنوضعه قال احمد اذا شنو كتبها النقطتان نقطة التفسير والقول قال احمد تبهنا بين المزدوجتين هو القول ديال احمد شنو قال لنا احمد ما اروع هذه الصومعة ما اروع شنو كتلاحظو هنا عندنا اسبوع اسلوب تعجب نتشوفوا ما اروع ما اكبر ما اعظم ما اذا هناك كي يكون تعجب وشنو نخصك سوضع مع علامة التعجب مع اروع هذه الصومعة وقدموا رها علامة التعجب ما اسمها اذا هذا سؤال يعني كي يسأل على اسم لها الصومعة ما اسمها اذا هذا السؤال شنو نوضعه علامة الاستفهام يعني كي يطرح سؤال هل تعرفين من بناها؟ هل تعرفين من بناها؟ هنا ديجا عندنا سؤال وعدنا علامة الاستفهام اذا هنا شنو خصنا نوضعه؟ اذا هنا سفي سالنا الهدرة ديال احمد الكلام ديال احمد سفي انتهى هنا اذا ماذا سنضعه هنا سنغلقه المزدوجتين اذا هنا فتحنا المزدوجتين في بداية القول هنا سنغلقهما اذا هنا سالنا الهدرة ديال احمد هنا قد يتكلم لنا سعاد اجابت سعاده هنا قد تجاوبه سعاد وهما وضعي لنا النقطتين ديال تفسير هنا شنو قد نفتحه؟ باش قد يبدال كلام ديال سعاد سنفتحه المزدوجتين ديما في شي كلام بحال يعني خيطة عبلو ديسكور ديال يكتوله يعني النقطتين وقنفتحه نفتحه المزدوجتين يعني هنا قد يبدال كلام ديال يعني الشخص الذي يتكلم فتحنا المزدوجتين انها صومعة حسان نقطة سفي تسال الكلام ديال سعاد شنو هنديرو سنغلق المزدوجتين قال احمد ما اروع هذه الصومعة اسمها هل تعرفين من بناها؟ اجابت سعاد فتحنا المزدوجتين انها صومعة حسان اذا بهذا نقول قد وصلنا الى نهاية الحسة شكرا والى اللقاء